في إطار التطوير والتحديث اللي بيحصل في قطاع الكرة في النادي الآن يمكن تم تشكيل قطاع الكرة النسائية طبقاً لإعتمادات ولواياح الترخيص اللي كان طالبها الاتحاد الافريقي للحصول على رخصة الأندية المحترفة وبالفعل كانت تم اتخاذ قرار بتعيين الكابتن شادي محمد رئيساً لقطاع الكرة النسائية خلال الفترة المقبلة وبالتالي تم تشكيل جهاز قطاع الكرة النسائية سواء للفريل الأول أو حتى بشأن فرق الناشئات في الفترة اللي جاية وقلنا عارفين طبعاً أن أكاديمية الأهل للكرة النسائية موجودة منذ فترة وكان الكابتن عبد المنعم شاطة بيشتغل فيها بشكل متميز جداً وفي الفترة الحالية هناك اتجاه بنسبة كبيرة جداً لتشكيل الفريل الأول والتعاقد مع لاعبات لتمثيل الأهل خلال الفترة القادمة في دور الكرة النسائية بإذن الله إن شاء الله أنا متفاعل خير أن قطاع الكرة النسائية في سنة على الأقل إن شاء الله يكون جاهز لتمثيل مصر والقرة الإفريقية منطية شمال إفريقيا في مسابقات دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية في الفترة اللي جاية يمكن الكرة النسائية لها نظام مختلف شوية في التأهل للبطولات الإفريقية لازم الأول تكون فائز ببطولة الدوري عندك في بلدك بعد كده بتخش على تصفية في منطية شمال إفريقيا ومواجهة فرق من تونس والمغرب والجزائر والليبيا ثم بعد ذلك التأهل للدورة النهائية والتصفية النهائية دوري أبطال إفريقيا للسيدات بتقام بنظام الدورة المجمعة ويمكن المغرب هتستطيف النسخة القادمة وكانت مصر استضافة أول نسخة لدوري أبطال إفريقيا للسيدات ولكن النهاردة في إطار التطوير وتشكيل قطاع الكرة النسائية يتم الإعلان بشكل رسمي عن تعيين مدير فني من فرنسا لقيادة فريق النادي الأهل للكرة النسائية خلال الفترة القادمة وتحديدا لمدة ثلاثة سنوات أمير توفيق القائم بعمل المدير التنفيذي لشركة الكرة ومدير التعاقدات أعلن عن تعيين الفرنسي ديمتري لبوف مديرا فنيا لفريق الكرة النسائية لمدة ثلاثة سنوات وقال أمير توفيق أن لبوف هيحضر للقاهرة خلال أيام الاستلام المهمة والتنصيق مع الكابتن شادي محمد طبعا كابتن شادي هو رئيس جهاز وقطاع الكرة النسائية ويبقى فيه اجتماع تنصيقي بالنسبة للموسم الجديد قدامنا طبعا سوري ديمتري لبوف المدير الفني الفرنسي لفري النادي الأهلي للكرة النسائية لو بنتكلم على السيرة الزاتية لديمتري لبوف هو عنده سيرة زاتية قوية عنده 40 سنة ولد في 20 يناير عام 84 ونشوفوا بقى الأندية اللي اشتغل فيها في الفترات السابقة بدليل أن ده كده خبرات كبيرة في أندية مهمة جدا أولا ليوني الفرنسي نابولي الإيطالي بوردو الفرنسي وكمان كان لي تجربة في منطقة شمال إفريقيا كان تولى تدريب الناشئات والشباة في منتخب المغرب في الفترة الماضية وكان تعاقده انتهى معهم في نهاية شهر مايو الماضي طيب النادي الأهلي على فكرة تكون قطاع الكرة النسائية منذ موسمين بأكاديميات بمختلف الأعمار السنية وشارق في الموسم الماضي في بطولة الناشئات موليد 2004 وهذه البطولة اللي أقيمت تحت مظلة الاتحاد المصري وطبعا فاز بها فريق وادي دجلة اللي ليه تاريخ كبير جدا في قطاع الكرة النسائية في الفترة الماضية يمكن طبعا في إطار التطوير والتحديث لهذا القطاع تم تحرير عقود للعبات مميزات موجودين في قطاع الناشئات في النادي الآلي تحديدا في المرحلة السنية من 2006 حتى 2009 وفيه كمان اختبارات لاكتشاف اللاعبات الموهبات خلال هذا الشهر يوليو الجاري عشان يتم بتكوين قاعدة كبيرة جدا لناشئات كرة القدم النسائية في الفترة اللي جاي بالمناسبة كمان نادي الآهلي جزء من الحصول على الرخصة الأندال محترفة تكوين هذا القطاع طبقا لمعايير الاتحاد الإفريقي سواء مدير فني بيمتلك اللايسنس الـ الرخصة من الاتحاد الإفريقي على الأقل أو حتى من الاتحاد الأوروبي وده حصل دلوقتي بتعيين مدير فني فرنسي عند كل الشهادات اللي تسمح له أن يكون مديرا فنية للكرة النسائية خلال الفترة اللي جاي